يوافق اليوم الذكرى الثالثة لإعلان رئيس وزراء السبق مصطفى الكظمي تسمية لا سادس من أذار يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق الكظمي كان قد أعلن تسمية هذا اليوم بمناسبة اللقاء التاريخي الذي جمع المرجع الديني العراقي على السستانية بألبابا فرانسيس ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية وما ترتب على هذا اللقاء من أزداء إيجابية بعث برسائل إلى العلم أجمع أن العراق هو بلد محب للتعايش والسلام رغم كل الأحداث التي مرت بتاريخه المعاصرة على مدى أكثر من عقدهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر